السلام عليكم ازايكم يا حبيبي النهاردة الروتين في حاجات حلوة كتير جدا جدا ونشاط وحاوية وهنعمل الغدى الحلو ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة و بإذن الله يعجبكم يلا نروح نشوف راتنا صباح الخير والسعادة والجمال على عيون كل اللي بيتابعني و بيحب نوجة النهاردة بإذن الله هنبدأ الروتين بتاعنا سريعا كده هعمل فطار خفيف لان انا هبدأ الغدى بدي هبدأ ان انا اعمل كوبات كافي ميكس وهاخد جنبه بسكوت اوريو وطبعا انا فطرت اولادي الصفحي سان داوتشات عملت لهم سان داوتشات بيد وجبنا وبعد كده انا بحب بفطر متأخر شوية وبحب بفطر حاجات خفيفة ما بحبش هتاقف الفطار عشان الغدى ان شاء الله هبدأ كده ان شاء الله اعمل كوبات كافي ميكس وهبدأ ان انا افطر وهبدأ بقى اقوم اشوف ورايا ايه هشوف بقى ان شاء الله كده ابدأ بقى اشياء انظيفة ومنظفها التنظيف الكلي انا بنظفها يوم الجمعة او الخميس على حسب لو خرج الجمعة بنظفها الخميس فبيبقى طول الاسبوع ورايا تنظيف اللي هو تنظيف من على الوش اعمل مثلا ارتب القوض امسح الترابة مثلا اكنس بالمكنسة الام مع السراميك اللي باين من كده بالشارشوبة كده انا دخل قدة الاولاد او غرفة المعيشة هنا يونس نايم اهو الحمد لله اول ما بينام بقوم بقى النشاط وحيوية وابدأ ان انا اخلص حالي بدري بدري عشان ما بيرضاش يقعد خدع الشيل فبيبدأ يعيط ونصحة مني بقى ما تعودش ابنك عشل خالص اول ما ان شاء الله تجيب البابي بتاعك تردعيه وبعد ما تردعيه تحطيه على السرير وياريت وانت بتردعيه ما تعودش تهز فيه عشان بياخد على كده ويبقى كده خدع الشيل فاحنا نردع اولادنا وانسيبهم على السرير هيكبروا والله ويبقوا زي الفل ان شاء الله من غير الشيلو كده عشان ما ياخدوش على الشيلو يعزبك كان عندي غسيل كتير جدا جدا وغسيل الشتة ما فيه اكتر منه لميت الغسيل اهو وهدى ان انا شيله احطه على الركنة بعد ما نظفتها وهبدأ ان انا انشر الغسيل اه ده الغسيل ده بقى هو الجديد اللي انا نستطيع العامل للغسيل انا شارط نصه وهنشر الباقي وزي ما انتوا شايفين الاولاد مبهدلين لي البلاكونوا خالص بالالعاب بتاعتهم ومهما نالمها ما فيش فايدة اكتر حاجة بالكركبل الشقة هي الالعاب بتاعت الولاد هبدأ بقى ان انا هنا اه طبعا الريسيبشن الحمد لله نضيف لان احنا هادتنا كلها بتبقى في الااااااا في الاقدا يعني بتاعت الاطفال وشايفين دي الحافظة اللي انا قطعتها معاكم يعني في الروتين اللي قبل كده وعملتها وكانت جميلة جدا ومدفية المكان جدا 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 شايفين الشقة نظيفة مفاش اي حاجة يدوبك بس عايزة كنسة يدوبك عايزة تلميعة عايزة تنفيذة للكنب الكلام ده كله جبت المكنسة وهبدأ ان انا اكنس بقى السجاد بتاعي كله طبعا الحتة المنطقة دي جي نظيفة بس برضو بامشي عليها بالمكنسة عشان التأكيد بس مش اكتر بس يا حبيبي فانت لو ركي حاجة بتقومي تعملها في البدرية كده بعد الفطار الخفيف بتاعك وبعد ما تخلص الشقة نظيفة تبدأ ان انت تعملي الغدى بتاعك ليه عشان لو حد جالك على غفلة آآ جالك مشوار غفلة اي حاجة يبقى انت تمام هنا بقى انا حط هنا ده مش معطر يا حبيبي عفوا ده آآ دوني بحطه في الاسيزة دوني مركز ويبقى خفيفه بشوية ماية بسيطة وببدأ ان انا ارش كده بيدي ريحي تنتعش عزنك مسح الشقة احيلا وابدأ ارش على الستاير دي عشان الستاير دي تقيلة فبتمسك الريحة جامل بتاعت الدوني بتديك ريحة انت عاش اي حد يخش عندك يلاقي ريحة طبعا انت عارفين ريحة الدوني عاملة ازاي بتبقى ريحة حلوة جدا جدا بتخلي الشقة فرش جدا هنا برش الستاير كلها ودي ستارت الطرقة عشان الريحة تمسك في المكان هنا انا هعمل كفتة وهعمل رز ايه مبهر هنا معايا نص كيلو كفتة اه نص كيلو لحمة مفرومة ومعايا هنا بصلايا ده التفل بتاعها والمية بتاعتها انا عصرت صفتها جدا جدا في طبع حطيت هنا شوي ببهارات وفلفل اسود وملح تمامي حبيبي هبدأ ان احنا نعمل الكفتة بتاعتنا اه هحط بس معلقة زيت على مية البصل عشان وانت بتصبع الكفتة بتاعتك تبقى تمامي معايا هنا السبع بهارات ومعايا ربع معلقة ارفة ومعايا بصل بودر وملح ومعلاقة بيكنج بودر صغيرة وفلفل اسود هبدأ ان انا بقى اجيب الطبق ونعجن كل الكلام ده كده مع بعض بجد الكفتة دي هتبهرك بص هي دي كفتة الحاتي على اصولها بس بعملها من زمان وعلى طول الحمد لله الحمد لله بتطلع زي الفل هبدأ ان انا نزل اللحمة بتاعت زي ما انت شايفة وهحط بقى التفل البصل ونحط التوابل ونحط كل حاجة وخلي بالك اعتمديها الكفتة دي بجد هتنجح معاك من اول مرة لو انت مبتدئة ومش بتعرفي تعملي الكفتة دي اسهل طريقة للكفتة ممكن تعملها او بجد الشكل والطم بيبقى تحمل هبدأ هبدأ ان انا دوي بالخليط دمعية الزيت وبقى مية البصل عشان ان اصبع به وهنا بقى ها عجينها عرف عجينية زي العجينة تبقى في ايديك عجينة بصي او قعدت عجين فيها لمدة خمس دقايق ولا حاجة بقت عجينة خالص زي ما انت شايفة ليه عشان متفكش منك خالص ااا في الفورن هنا دهنت صانية دهنت زيت كده وهبدأ بقى اجيب معلقة عشان اصبع عليها همسك حتة حتة كده وتبدأ ان انت تصبعي الكفتة بتاعتك بالطريقة دي عشان تبقى بس انفرغة من جوه وطبعا البيكن بودر اللي احنا حطناه بيفرغ الكفتة جدا جدا ومش بيخليها مكتومة ولا بيخليها حاجة وما بيبقاش طبعا البيكن بودر ليه اي طعم ما تخفيش بعد ما بتصبعيها كده تبدأي تدهني بص الجمال بقى وبص الحلاوة وصبعي بصوابعك كده عشان تصبع على صباع الكفتة وتبدأ ان انت ترصصي في الصينية بتاعتك الكمية كلها بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب يعني بصي ولا اسهل ولا يعني يعتبر ده اسرع غدا في التاريخ بجد بجد اسرع غدا ما بياخدش اي وقت معاك وبتطلع النتيجة طبعا زي ما شفتها في اول الفيديو تحفة جدا 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 بصوا حبيب انا كده خلصت الكفتة تصبيع هبدأ بقى ان احنا بعد مع السقطاء كنت مسخنا الفرن اي حاجة تدخليها الفرن لازم ان تكوني مسخنا الفرن قبلها بخمس دقايق عشان تدي نتيجة حلوة احطها في الفرن وهنروح نعمل الرز هنا بقى حطيت معلقتين زيت ومعلقت سمنة واحط عود ارفة خشب واحط معايا بقى ورق رورة عندي اللي هو اللومي انا ما كانش متواجد عندي للأسف وهتحط بقى فلفل اسود وهتحط دي بهارات كبسة بتبقى حلوة برضو ما عنديكش حط البهارات العادية اللي هي السبع بهارات وربع معلقت فلفل اسود بس وبعد كده تسخني بقى الزيت جامل زي ما انت شايفة عشان يطلع لك ريحة الحاجات دي كلها بتبقى ريحتها حلوة جدا 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 طبعا انا هنا بقى بقى غسل الرز وسايباي الصفة براحته هبدأ نزل الرز بتاعي اهو ده رز بسمتي درجة اولى حلوة جدا 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 وتبداي بقى تدخلي كل بقى اللي احنا هتنضف الرز تبداي تشوحي فيه شويه كده حلوين تقدم الرز بتاعك عشان يديكي نتيجة حلوة هنا بقى هبدأ انزل بالكوركم زي ما انتم شايفين هتحطش حوالي معلقة ويتحط معلقة ملح وطبعا هتدوقي لو بعد ما تحطش المية يعني وكده هتبدأي تغلي بقى مية في الكاتل عشان خاطر يديكي أسرع تسوية طبعا هنا على كل كباية رز بتحطش كبايتين مية الرز البسمتي بيكون سوا كده أحلى حبيبي ولا المية الزيادة بتبقى ما بيبقاش حلو خالص ولا قلة المية بيطلع مش مستوي معاك هنا بقى خلاص هاوطش أول ما يغلي هاوطش عليه وروح تقطع تخيار وقوطة كده زي السلطة وهنا ده بقى دونس هحط عليه الكفتة زي ما انتو شايفين إيه رأيكم في الجمال كده أنا غرفت الأكل وهنبدأ بقى نروح نتغدى بجد 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 غدا حلو وسهل وبسيط ما خدش معاك عشر دقايق وبجد صفرتك هتبقى جهزة لأولادك بصوا الكفتة حلوة زي اكسم بالله تحفة ورحتها بقى ما قولكيش وبصي من جوه عاملة ازاي تحفة جدا 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 البقى دونس بنحطه عشان يمتص أي حاجة في الكفتة وبيديها طعم حلوة جدا للمشويات طبعا دي كفتة مشوية في الفرن خدت معايا حوالي تلت ساعة والرز ما خدش معايا عشر دقايق وكانت الصفرة هجازة وقضت عنوطة وخيار عنديك تحين عملي صلاتة تحينة عملي صلاتة خضرة عملي صلاتة كورسلو عملي اللي انت عايزاه كل حاجة هتنفع معاياك ان شاء الله على صفرتك والرز شايفينه زي ما انتو شايفين هو مفلفل ولونه حلو ما تقطريش الكوركم في الرز عشان ما يبقاش يعني أصفر أوفر قوي كده ومكتوم لا كده أحلى بكتير شايفين الجمال وحطي كام كفتاية كده على الرز بتدي شكل بس مش أكتر هنا بقى بعد ما اتغدينا خدت أولادي وأختي كلمتني وقيت لنا رايح اشتري حاجات من التوحيد والنور قلت لها تعالي نتماشى مع بعض واجينا نشوف الأسعار واعمل جولة الحبيبي إذا كنت بتجهيز نفسك إذا كنت حاجة ده فرع التوحيد والنور اللي في الملكة تنزلك جيبي حاجة حاجة كده أنا بقى من الناس اللي بحب إن أنا مثلا لو شفت حاجة وعجبتني أنا خدت جولة كده كانت أختي بقى ما أنا هي اللي رايحة تشتري حاجات فأنا خدت جولة عجبني حاجة ببدأ إن أنا أحوش واحدة واحدة من مصروف البيت وابدأ أجيبها هنا كان فيه عروض من التوحيد والنور كان عاملين خصم 50% على الأجهزة دي والورقة دي كان مكتوب فيها كل الأسعار قبل الخصم وبعد الخصم وبجد بجد حاجات تحفة زي ما انتوا شايفين وكل حاجة عليها سعرها وبجد كانت جولة حلوة جدا واختشترت ما شاء الله عليها اللهم بارك اشترت حاجات حلوة كتيرة أنا الصراحة ما هشتريتش حاجة لإن أنا الحمد لله كان عندي كل حاجة فمش محتاجة حاجات للمطبخ قوي عجبني كم حاجة قلت إن شاء الله هبقى أجيبها نبدأ بقى نعمل ميزانية جديدة عشان نجيبها إن شاء الله عجبني جدا العجان اللي هنا هجيبه بإذن الله قريب عجبني جدا العجان ده أيوة هو ده عجبني جدا فقلت إن شاء الله أعمل حسابي وأبقى جيبه في حبيبي عروض حلوة جدا 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 في التوحيد والنور وأكيد في كل فروع التوحيد والنور مش فصل بس تمام يا حبيبي هم ما بيجوا يعملوا بيعملوا في جميع الفروع بتاعت التوحيد والنور فلو انت عروسة وبالجهاز نفسك انزلي شو في العروض وانزلي شو في الحاجات الجميلة دي وعلى خصوماته بإذن الله تعجبك هنا بقى شايفين الجم يا أمان أنا حابة برضه أجيب المشاية دي بس بقول أجيبها وبعد كده أنا من الناس اللي يعني بتشبط في الحاجة وبعد كده برجع عندها من أنا جبتها وأقول دي واخدها نسحة في البيت ومش عارفة إيه فمش عارفة والله لسه ما قررتش قوي إذا كنت هاشتريها ولا لأ فياريت الاشترا المشاية دي ونفعت معاه يقول لي أنا طبعا مش تخينة جامد ولا حاجة بس أنا ماليت حبة بعد الولادة فأنا كنت حبة أن أنا أشتريها هنا بقى فيه الهدوم الداخلية الرجالي وكل حاجة طبع كوتونيل في فرع برضو التوحيد والنور هنا فيه ملابس الحج حلو جدا للناس اللي إن شاء الله ربنا يوعدنا ويوعدكم والسجادة بتاعت الصلاة دي كانت عجباني جدا جدا بس كانت غالية شوية كانت عاملة 150 جنيه فقلت إن شاء الله بقى نشتريها على دخلة رمضان كل سنة وكل حضراتكم بخير عجبني برضو الشنط اللي هي بتاعت الصفر دي تحفة جدا ألواناتها جميلة يعني تحفة دي الشنط برضو هوريكوا أسعارها عشان حبيبي اللي حابين يشتروا شنط ولا حاجة دي الأسعار برضو بيعمل حسابك وما تيجي إن شاء الله تنزلي تبقى تشير حاجات زي كده للمصايف للسفر لأي حاجة بجد الشنط دي بتنفع في حاجات كتير جدا جدا أنا عندي منها كتير بس عجبني جدا الشنط دي بص الصغنونة دي قلت إن شاء الله بقى جيبها يعني وسعرها حل ويعني مش غالية ولا حاجة دي اللي كانت عجباني جدا كانت عاملة 425 عجبتني وقلت إن شاء الله أبقى جيبها إن شاء الله يعني وهنا المشايات دي أسعار وأشكال وألوان بكل شكل وكل نوع وكل شركة أنا حبيت إن أنا صور لكم بس كده جولة سريعة جدا جدا حتى أختي بتتحك بتقول لي إيه ده أنت كل حاجة تشوفيها تصوريها قلت لها آه طبعا عشان حبيب قلبي اللي في البيت ممكن ما تكونيش نزلت خط جولة ولا حاجة فعن طريق الفيديو تعرفي إن مثلا التوحيد والنور عامل عروض فتروحي تشتري حلوة جدا برضو الحلل دي وكان عليها برضو خصومات ودي طاست الجريل دي بتبقى مع الطاقم اللبني اللي موجود ده وشنطة المعالق وطاقم الحلل ده برضو عجبني جدا بص بجد حلو يعني حاجات حلوة إن شاء الله ويعني أسعارها في متناول إيدك يعني شوفي دي عامنا 799 طاقم ثلاث حلل وتستين وصنية وطاجن اللي هو التاجن اللي هو بتاع الكيك ده اللي هو بتاع الكيك ده الكبير شوية بتاع المولتين كيك كده خلاص يا حبيبي أنا خدت جولتشي وخلاص أختي كانت بتستلم حاجاتها بصو ده قوشة وماء خديدة كانوا بيجرو هنا بقى كدت أنا خلاص كده هنطلع من التوحيد والنور ودي بقى لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكراك في القناة ما تنسيش بقى دعوة حلوة كده ليا كان معيكم الأول أنا كان عندي منها أصلا بس مش عملية مش حبتها يعني مش